ايه دايما اصل حاجة في القرى انك تطلع تشاهل المدرب الليلة انك تطلع تتكلم عن المدير الفني والاداء السيء وان راجل ما بيشتغلش والراجل طريقة لعبه مش مناسبة. بس طريقة لعبك مناسبة ومش مناسبة قدامه انتخب السودان. بالعقل برضو ربنا عارفه بالعقل لو حابب تتكلم عن المدير الفني ان هو بيعق تغييراته غلط. توظيفه للعيبة غلط. بس اللعيبة دي مش عارفة تعمل بصين تلاتة جوه الملعب صح. اللعبة ده عندها مشاكل في الاسيات بتاع الكورة. سلم واستلم. تمرير وتسلم. عندهم مشكلة فيه. مش عارفين يباصوا بس تلاتة اربعة. مش عارفين يبنوا هجمة على بعض. منتخب مصر اللي الناس كانوا بيانتقدوا. فكرة عبدالله السعيد ناحية الشرين موضوع اربعة ثلاثة ثلاثة. عبدالله السعيد النهاردة ما نوزمتش. بالنسبة للتقييمات كلها عبدالله السعيد واخد تمانية اللي هو عبدالله السعيد. افضل لعب في المباراة بالنسبة لمنتخب مصر. اللي هو انت بتكلمه في ايه? بتكلم على طريقة لعبة سائية? بتكلم على توظيف? في طريقة لعبة وتوظيف? ما فيش ايه مشكلة. المشكلة داخل الملعب. المشكلة ان احنا ما عندناش خط النص. وموضوع خط النص الجريمة الواحدة اللي قال له اسكولوش عاملها تاني وتالت وعاشر وعشرين وخمسين هو عدم وجود طارق حامد. طارق حامد رمانة ميزاة. طارق حامد موجوده اساسي. مصطفى محمد النهاردة استمر المباراة كلها. مصطفى ضيع كم فرصة? ضيع واحدة بس اللي صدى لها محمد مصطفى. الحارس في الكرة سابتة. كان لعبها هو عبدالله السعيد عرضية. عبدالله السعيد اللي برضو هارجع قولك ان هو كان نجم المباراة. عبدالله السعيد الاسست لمحمد عبد المنعم في الهدف في الكرة السابتة برضو. عبدالله السعيد الوحيد اللي شاط من دغل منطوط الجزاء والحارس محمد مصطفى تصدى لها محمد صلاح مش موجود النهارده. محمد صلاح مجاشى النهاردة خالص. عمر ملوش النهاردة مجاشى الموضوع كان صعبا بالنسبة لك في خط النص وخط اللجوم ان انت مش عارف تباسر بسطين ثلاثة. فتطلع تتكلم على مدير فني ايه اللي تطلع تتكلم على مدير فني ايه? مدير فني ده بتكلم جانسي نصفى في مص Blind كبيرة. مدير فاني بتكلم على تكتك وتكلم على طرق لعب. انما انت بتتكلم على مصر والسودان. انت بتتكلم على فرديات. فيه الفرديات اللي عندك? عديت كم مرة واحد على واحد. خدت كم مرة التعامات من فوق. خدت كم مرة ما خدش الكلام ده. يبقى تطلع تلبس المدرب هي. موضوع تلبيس مدرب وخلاص. ماشيت انا نهاردة. حاجة تتغير ولا اي حاجة. هي اللعيبة هي هي. اللعيبة دي محتاجة وقت وصبر. علشان الفرقة دي ما بتتجمعش بقى لها سنين. والسنين دي ما اسأل عليها اتحاد الكرة وحسام البدري. منتخب مصر ما كانش بتجمع على مدة سنة كاملة. منتخب مصر ما كانش بيعمل مباريات ودية. منتخب مصر ما كانش بيعمل مع عسكرات. فمنتخب مصر لما يكون شكل مهلهل ده ما ينفعش هلبسة لمدير فني لسه جاي من 3 اربع شهور. المنظومة كلها محتاجة دول. ومحتاجة صبر. ومحتاجة شوية وقعية. الجيل ده مش هجيب بطولة. الجيل ده مش هجيب بطولة. الجيل ده محتاج شوية وقت مع بعض علشان نعرف نعمل منتخب انا محتاجين نعمل منتخب احنا مش راحين ناخد بطولة لو انا شايف ان منتخب مصر انا مش جاي اخد بطولة انا جاي اخد ثقة جاي اعمل مكاسب للكورة المصرية ان انا اوصل ادوار متقدمة انما انا مش جاي اخد بطولة بالمنظر ده انا حتى لا عارف العب كورة ولا عارف اطلع باي مكاسب يعني ايه لما لعب ضد سودان اطلع كسبان واحد صفر وما لعب ضد غينيا اطلع كسبان واحد صفر واطلع كسبان ده مسودان بكرة سابتة? او انا ملت للدرجات دي? فرقة سيئة. مدير فني عنده مشاكل في قرية اللعيبة وعنده مشاكل في قرية امكانياتها وعنده مشاكل في الاحصائيات اللي مفترض ان هو جامعها على منتخب مصر قبل ما يجي ضرب منتخب مصر. مدير فني استبعت افضل لاعب في منتخب مصر وهو طارق حامد في نص الملعب وقرر ان هو يشيله ويحط مكانه وحمد فاتحي وعمرو الصلاة والنيني. والتلاتة مع احترامي لو ضربتهم في الخلاط مش يعملوا نص ملعب محترد. ولهم ولا مهند اتلاشين الرابع بتاعهم. فاحنا بنتكلم على منتخب غيب عنه اهم نقطة في عالم كرة القدم الحديثة والقديمة وكل حاجة. نص الملعب. ما عندكش نص ملعب ما تستناش مني كورة. لأ وكمان المهاجم اللي حلتي مفترض ان هو كل ميسته في الدربات الرأسية والهوائية. بلعب له عرضيات كتير والراجب بيحاول على قدر وبيقدر. مفترض ان انا عندي لعيب من افضل لعيبة في العالم بس لسه مجاش مع البطولة. مفترض ان انا عندي جناح في الدور الالماني. واحد من افضل لعيبة الشباب في الدور الالماني برضو مستوى سعيد. فانا هلبس كل حاجة لمدير الفني ليه? انا ما عنديش طموح ان انا مسج مكان كوروش ولا عادي طموح ان انا اتكلم على تدريب منتخب مصر. فطبيعي ان انا هتكلم على اللعيبة. ازناماتنا في اللعيبة. المشكلة في اللعيبة. كل اللي يقولك ان الازمة في مدير فني. وان احنا عايزين غير مدير فني. ده طمعان له في حاجة. ده ما بيتكلمش على مصلحة كرة في مصر. مصلحة الكرة في مصر. الهدوء والصبر. هدوء وصبر. فرقة دي محتاجة للصبر عليها. علشان تاخد حاجة. انما لو مصبرتش وما هددشي. ولا تاخد اي حاجة غير حالة تدام والضحك. ده لو انت مستنى الفرقة تخسر علشان خطر تخبط فيه. ما لعب ما خدش قفشة. ما اخدش طرق حامد. ما لعرفش محمد شريف. قال يعني محمد شريف لو كان موجوده النهاردة كان يفرق اي حاجة. ولا مرور حامد لما نزل فرق اي حاجة. احمد سيد زيزو لما بينزل بيكون مميز جدا للامان. ده الوحيد اللي في تغييرة بتفرق معك. هو احمد سيد زيزو. وانما الباقي كلهم شبع بعض وكلهم بزي بعض. فانا بتكلب على ايه يعني. منتخب مصر بطوله للنسيان. بيقدم اداء للنسيان. بيضيع وقت الناس اللي بتيجي تتفرج عليه. منتخب مصر بيقدم كرة سيئة امتدادة اللي بيتمتقدمها في الدور المحل المصري من قبل الاهلي والزمالك. منتخب مصر مستمر في العاك. منتخب مصر مستمر في الجامهير اللي عندها تنوح غير واقعية. ان احنا نجي ناخد البطولة. واحنا امكانياتنا لا تخلينا ناخد البطولة ولا تخلينا حتى نوصل ادوار متقدمة. لو ما عجبك تفيديو بعض بعد كل الطاقة السلبية دي اعمل لايك. لو ما بكشي فابرحتك رأيك ويحترف. وده برضو رأيي مفترض انك تحتلمه.